تفرقة اللي ما بين الزوجين سحر التفرق السحر أصلا هو إيه؟ أعمال بيقوم بيها ساحر بيستعين استغفر الله بالجن والشياطين علشان يخلي المسحور ده يعمل اللي السحر عايزه أول الموازز الساحر ودفع له فلوس أو أيا كان عازه إنباء وعقده زي ما جيه في الكران بتأثر في قلب المسحور وفي البدن بتاعه أنواع السحر كتير على فكرة سحر المرض، سحر المحبة سحر الجنون كل ده حرموا الإسلام كل أنواع السحر، ليه؟ الإسلام أصلا اعتبر السحر كافر ومشرك بالله، السحر أصلا ما بيصلش لمرحلة السحر ولا يجيله المرضى، ولا الجن بتسخره إلا بعد أن يكفر بالله أنا لو أقول لكم استغفر الله، استغفر الله لو أقول لكم الحكاوة للواحد سمحها من مثلا زوجها تقول لي اكتشفت أن زوجها تلع سحر واكتشفت إزاي؟ استغفر الله، استغفر الله بيكتب آيات الكرآن يعني مش عايزين نقولي بتاعي إن الأمر صعب على نفسيتي بيكتب آيات الكرآن بالنجس تخيله ويقعدوا 40 يوم لا يختسلوا ولا يصلوا ولا يتودوا ولا يستحاموا وبعدين يسجد للشيطان فيسخر له المرضى والجن يعملوا، فالسحر كافر فشوف الناس بتلجأ لكده من علامات السحر لفكرة من علامات السحر انتشار السحر الفترة الأخيرة من آخر الزمان وتغول الجن على الإنس السحر بقى اللي بيكون بالتفريق دوت لو سحر التفريق بين الرجل ومراته والمرأة والزوجته بيعقد السحر التفريق للتفريق عشان يكرهها، يسيبها، وهنقول الأعراض فيه كمان سحر مش تفريق بدا فيه سحر بيفرق ما بين الأم وابنها ما بين الأب وابنه، بين الإخوة وبعضيهم سحر التفريق من الأمور اللي الإسلام قال على حرمتها الله سبحانه وتعالى والآية أولها تاني وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلم الناس السحر وما ينزل على المكين باب الهاروت وما روت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بدارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم لقد علموا من اشتراه ما له في الآخرت من خلاق ولبيس ما شرعوا فيه أنفسهم لو كانوا يعلمون فيه أعراض للأمر ده مشاعر بقى بصه متبدلة تحول من حب لكر خلاص كرهته أو هو كرهها شكوك ما بين الاتنين مشكلات على أدفه الأسباب تقع ما بينهم أصلا الخلافات بتيجي وتبقى أدى كده والخصام ما بينهم وحاجات بسيطة المشاكل بتبقى تفه جدا أصلا الراجل مبقاش عايز يشوف زوجته وشايفها وحشة جدا وشايفها قبيحة هي كمان وحتى لو كانت هي أجمل النساء على فكر هي كمان بتشوف جوزها حاجة يا أم مرعبة أنا أعرف زوج بيقول أنا بشوف زوجتي جموسة لها أرنين بيقول أنا بشوفها قدامي كلمة طائق يشوفها وهي تشوف زوجها بمنظر مش عايز مش عايزة تبقى معاه أصلا بيبقى كاره المزحور ده كاره في الطرف التاني ومش عايز يبقى معاه وكاره أي عمل منه وإي كلمة منه مش عايز يقعد معاه في مكان أصلا مش مرتاح هو ما عنده عدم ارتياح أصلا في المكان اللي بيبقى فيه الطرف التاني ومش عايز يقعد معاه ولا عايز يبقى قريب منه تخلط زوجين وبعض عن بعض ومش طيقين بعض طيب سبوا للوقاية بقى من السحر يعني نحن ربنا يعافينا من حاجة زي كده بصوا جميعا السحر وقلنا زي ما قلنا السحر وده شرك بالله سبحانه وتعالى والوقاية أول حاجة إن أنا أعتصم بالله ويكون اعتقادي ويقيني إن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله ينجي وما هم بضرين نبيه من الله إلا بإذن الله أول حاجة أسكار الصباح والمساء الوضوء دايما متوضيين دايما والأسكار اللي وصى بيها النبي عليه الصلاة والسلام في كل صبح وبالليل والمساء أصلا كراءة الكرآن والرخية الشرعية المعوستين 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 أصلا لما تصحر النبي صلى الله عليه وسلم نزل سيدنا جبريل بالمعوستين على الرسول والسلام قاية الكرسي قبل النوم وبعد كل صلاة المدوم على الصلاة دايما على وضوء الدعاء بالأدعية أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق وزرق وبرق ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرش فيه ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارق يطرق بخير يا رحمن وباسم الله الذي لا يدر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء حديث عثمان في الأرض ولا في السماء وهو السميع كل يوم في الصبح والمسك لازم أقولي الكلام وإن أنا بقى دايما وسبعة تامرات الصبح وسبعة تامرات المغرب خلاص بقاها للجسم إنه ما يكونش مكان لسكن الجن أو للمس ودايما صورة البقرة اللي بيقرأ البقرة ما بيستطعهاش ما يقدرش عليه السحر قراءة القرآن والوضوء والصلاة على وقتها بتخلي الساحر وتخلي الشيطان وتخلي لك هم مش شايفين الإنسان المسحور مش عارفين يجبوه مش عارفين يجبوه ليه القرآن حسن والصلاة حسن والوضوء حسن الحلقة دي مهمة جدا على فكرة ويعني تجاد تجون مطلب في كل بيت لو ما انتش مسحور ممسوس أو معيون أو واحد بيخبب على زوجها بتخبب على مراتك أو ناس بره بيخببوا على زوجك عشان يكراهك هي البيوت ما فيهش حاجة خلاف كده إما ضيقوا ذات اليد والمعيشة والمال وهكذا النصاريف يا دي المشاكل وبتسبب طلاقه وبتسبب خرابات